وينضم إلينا من بيروت حنة صالح الكاتب والباحث السياسي أهلا بك عبر قناة الغد سيد حنة كيف تقرأ اليوم تصريحات الرئيس ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون يعني كنا نتحدث بتفاؤل فور تشكيله أو فور تسلمه مهام تشكيل الحكومة اليوم يبدو أن الرئيس ميقاتي يتراجع بهذا التفاؤل يعني هو ذكرنا إلى حد ما بالكلام الذي كنا نسمعه من الرئيس سعد الحريري يعني المهلة ليست مفتوحة وما يريد أن يفهم فليفهم كيف تقرأ هذا الكلام ويقال في بيروت أن الرئيس ميقاتي معتكف الآن على كتابة الاعتذار عن التأليف بدون شك الرئيس ميشيل عون هو مهندس الفراغ السياسي في لبنان هو كان الطرف الأساسي في الفراغ الذي استمر سلسين شهرا حتى تمكن حزب الله من فرضه رئيسا للجمهورية وهو مرتاح إلى الفراغ من بعد وصوله إلى بعبدة بحيث أنه يدير بمزاجه وبالممكن الوضع العام دون أن يتحمل أي مسؤولية عنيت أنه خلافا للدستور حول المجلس الأعلى للدفاع إلى حكومة تتخذ القرارات ويتم تكليف وزراء حكومة تصريف الأعمال التنفيذ يبدو أنه مرتاح إلى هذا المنح وما من جهة سياسية في البلد تحاسب رئيس الجمهورية على هذا الأداء مجلس النيابي مجلس فاسد انتخب وفق قانون زور إرادة الناخبين لأن القانون كان متصادم مع الدستور النواب اليوم يقاتلون ضد الإدعاء عليهم بجناية القصد الاحتمالي في القتل بجريمة تفجير المرفأ كل يغني على الليلة هو البلد في حالة مزرية غير مسبوقة الناس ما زالت تعيش تروما أربع آب التفجير الخطير الناس عالقة هناك ولا يمكن أن تستعيد حياتها إلا بتحقيق العدالة إلا بالوصول إلى الحقيقة والسلطة في مكان آخر القرار بيد رئيس الجمهورية لكن لنكن واضحيا لا أظن أن رئيس الجمهورية بوسعه وحده أن يقوم بكل هذا الأداء لو لم يكن مدعوما من حزب الله صاحب القرار الفعلي في البلد لما مارس كل هذه الممارسة سيد صالح إن كانت الشروط لا تزال نفسها يعني وزارة الداخلية لا يمنح المقاطي للرئيس عون للتيار الوطني الحر تسمية الوزيرين المسيحيين الذي كان ملف أساسي لتنحي الحريري لا يزال هذا الملف موجود اليوم يعني أين بات تشكيل الحكومة وما مصير حكومة المقاطي هنا أريد أن أكون دقيق في هذا الموضوع لا يملك رئيس الجمهورية كل هذه القوة هو يعلم أن حزب الله غير متحمس لتشكيل الحكومة وبالتالي يزيد من مطالبه نعم يريد الاستئثار بالقرار الحكومي إن تمكن من ذلك لأنه يكون ضمن المستقبل السياسي لصهره بعدما كل المؤشرات والاستطلاعات في لبنان تشي أن الأفول هو مصير التيار الوطني ودور جبران بيسيل التمسك بوزارة الداخلية نعم برأيك إن كان حزب الله لا يريد تشكيل الحكومة في هذا الوقت وهو يستفيد من هذا الفراغ لماذا أوحى بأجواء إيجابية ولماذا قرر تسمية الرئيس ميقاطي بعدما لم يكن يسمي بالسابق هنا المفارقة بالفعل للمرة الأولى سمى ميئاتي وكان قد سماه في العام 2011 عندما شكل ميئاتي حكومة الأنصان السود التي أطلقت يد حزب الله في البلد وعزلت لبنان عن محيطه تلك الحكومة ارتكبت الكبائر حزب الله يرتاح إلى نجيب ميئاتي ومعروف علاقة نجيب ميئاتي وكل ارتباطاته مع رأس النظام السوري مع حزب الله مع أطراف مختلفة وبالحقيقة لم يقدم ميئاتي في أي يوم من الأيام ما يميز رجل دولة في لبنان بأي حال من المفارقات قبل أن نتحدث عن حزب الله أن ميئاتي الآن مدعى عليه بالفساد والإسراء غير مشروع أمام القضاء اللبناني ولم يجدوا سواه لتكليفه تأليف الحكومة من أجل الإصلاح والإنقاذ وهو مدعى عليه حزب الله يتخذ قراره بضوء المصلحة الإيرانية عندما تكون الأجندة الإيرانية تسمح بتشكيل حكومة تشكل الحكومة وأكبر دليل أنه في العام 2013 استمر تمام سلام 11 شهر لم يتمكن من تأليف الحكومة إلا عندما بدت البوادر إيجابية لإبرام الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن فسمح بالحكومة إيران تجمع الأوراق من بيروت إلى صنعاء إلى بغداد وتحدد التوئيد حزب الله عندما رشح مئاتي حاول أن يصرف نظر نظر بيئته عن أنه ليس الجهة المسؤولة عن الانهيارات في البلد وأن آخرين يعيقوا التأليف إنه يرمي المسؤولية على ميشير عون لكنه في الحقيقة لو أراد أن تكون هناك حكومة لكانت شكلت قبل الرابع من آيب كما بدأ اليوم متحسرا نجيب مئاتي ومش مئزا من أن رئيس الجمهورية رزنامته مليئة بالمهام الجسيمة والكبرى التي تمنع تأليف حكومة ولبنان بدون حكومة واقعيا بدون حكومة منذ تسعة وعشرين تشرين الأول الفين وتسعة عشر عندما أطيحت بحكومة سعد الحريري لأن حكومة حسان الدياب لم تكن في أي يوم من الأيام حكومة قرار من بيروت كنت معنا حنى صالح الكاتب والباحث السياسي شكرا لك على هذه المداخلة اشتركوا في القناة